وهفضل اقرار ده حتى هذه اللحظة لو سألتني من افضل مدير فني في الدور المصري اقولك بثقة جدا الكابتن طارق العشري نتائج مبهرة ومدهشة لطلاق الجيش كلها 1-0-0-1-1-0-0-1-1 لا يخسر واداء رائع اداء تيكتيكي رائع عشان ابقى ضقيق في الكلام تيكتيكي ده عشان تيكتيكي تقول لي لده الدفاع ده ممل جدا انا احترم المدرب اللي عارف امكانياته كابتن طارق العشري كان معاه من فترة قريبة وقالك انا بلعب في حدود امكانياتي اداء بلعب في حدود امكانياتي وباخد النتيجة اللي انا عايزها بقى مدرب ناجح وهو فعلا مدرب ناجح هو افضل مدرب بياخد كل اللي هو عايزه في الدورة حتى الان وطلاق الجيش روايدا روايدا يتصرب نحو المربع الزهبي بيقرب وانت مش حاسس به وانت مش متخيل اصل ان يوصل المربع الزهبي تشكلته جيدة ورائعة وكل شيء بس بالمقارنة بالامكانيات الاخرى لا طلاق الجيش مش المفروض يبقى في المكانة دي ممكن يبقى في مكانة اقل بس هو دلوقتي في المكانة اللي الكابتن طارق العشر ساعد فيها اللاعبين إدارة نادي طلاق الجيش اللي اختارت الكابتن طارق العشر في المهمة دي كل دي او كل ده منظومة نجاح جيدة ورائعة في نادي طلاق الجيش خليتهم في المكانة دي دلوقتي يكسبوا فريق محترم جدا 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 هو فريق في يوتشرب مع مدرب كبير جدا هو كابتن علي ماهر يكسبوا مباراة زي دي بقى طبعا تعايدوا مع الاهلي وفوز على الزمالك ونتائج مبهرة لطلاق الجيش في المجمل